يقول الساعر ما مناسبة ذكر البرد والثلج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكم عدد جفارات جهنم المناسبة والله أعلم في ذكر الثلج الماء والثلج والبرد تكرر المطهرات تكرر المطهرات لأنه إذا تكرر على الثوب الماء والثلج والبرد صار ذلك أنقى له وأذهب للأوساخ منه فالمراد يغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يعني يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر خطاياه عنه تكفيرا يذهب كل ما عليه من السيئات نعم